الصراع في أوكرانيا ليس أسوأ ما يمكن أن تساعد له واشنطن أحدث تحذيرات قادة البنتاجون كأشفت أن بكين تطور أسلحة نووية أسرع بكثير من الولايات المتحدة قائد القيادة الاستراتيجية الأمريكية التي تشرف على برنامج الأسلحة النووية الأدميرال تشارز ريتشارد وصف الحرب في أوكرانيا بأنها مجرد إحماء مؤكداً أن القادم أكبر وعلى الرغم من أن التحذيرات المتكررة لمسؤول البنتاجون دقت ناقوس الخطر بشأن تطوير الصين أسلحتها فإن هذه التحذيرات تشدد على أن الموقف أكثر خطورة مما سبق اتشدت المسؤول العسكري على أن برنامج تطوير الأسلحة النووي الصيني سيشكل مشكلة على المدى القريب في السياق كشفت إحدى الوثائق المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووي الصيني أن بكين تعتزم امتلاك ألف رأس حربي على الأقل بحلول نهاية العقد فيما اعتبرت مصادر دفاعي أمريكي أن الصين تماثل تحدياً بالنسبة للولايات المتحدة لأنها المنافس الوحيد الذي لديه النية والقدرة المتزايدة على تحدي واشنطن بشكل منهجي في جميع المجالات عسكرياً واقتصادياً وتقنياً وديبلوماسياً وتشهد العلاقة الصينية الأمريكية توتراً متزايداً أذكته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لشبه جزيرة تايوان في أغسطس الماضي مما أثار ردود فعل قوية من قبل بكين التي حركت أساطيلها البحرية والجوية حول تايوان وسط تأكيد واشنطن استعدادها للدفاع عن تايوان في حال تعرضها لغسو عسكري صيني فيما مرر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يشمل حزمة مساعدات عسكرية ضخمة إلى تايوان بمليارات الدولارات وهو ما اعتبرته بكين تطوراً خطيراً في خطاب الولايات المتحدة وانتهاكاً لتعهداتها بعدم دعم استقلال تايوان والسياسة الصين واحدة